مرحبا يا حلمين في الشهر الماضي سافرت على أمريكا مع عائلتي لتقريبا 20 يوم رحنا على نيويورك، أورلاندو، وواشنغتن دي سي وأكيد الصفرة لا تكتمل من دون التسوق فبناء على طلبكم، سوف أرجيكم مشترياتي الأواعي اللي أنا لابستة هلأ، كمان اشتريتها من الصفرة تلحبت هاي بروزة وهيكا عندها دانديش وكتير واسعة ومريحة وكمان هذا الصنصال من أوربن آوتفيترز وكتير هيك شكله غير عن الإكسسوارات اللي بلبسها بالعادة فس أكيد بحب أنا كتير غير بي أواعيه وهلأ عنا هاد الشال كمان اشتريته معاني كتير شوب هلأ بدبي بس قلت يلا بستلن للشتة لأنه كتير عجبني فهاد مثلا بنلبس مع بروزة واسعة وسادة وجينز مش أشائين وشنطة كبيرة بطريقة كتير هيك يعني كاجول وبعدين عنا بروزة ثانية اشتريتها من رالف لورين كمان واسعة ويعني ما بعني هيك حسيت أنه ستايلة كمان بيخترف عن الأواعي اللي بلبسها كتير أنا بحب غير بنمط لبسي كل فترة وفترة مشان ما أزهق يعني وهلأ هاي البوزة كمان اشتريتها من أوربن آوتفيترز مع السنصال لنما بيجوا مع بعض بس انه هيك حطيتها مشان ورجيكم كيف إذا اشتريتوا بلوزة واحدة مجرد بلوزة سادة فيكن كتير تغيروا بشكلها مجرد بالإكسسوارات فهيك يعني بيصير شكلها هيك سنصال طويل وهي كتير انه طويلة البلوزة يعني من قدام تيجي قصيرة ومن ورا تيجي أطول بكتير فحلوة بذين هاي كمان اشتريتها من رالف لورين بس سبورتي يعني فهي كمان الشغلات اليومية مثلا للجامعة وهيك فأحمر وأبيض وأزرق هاي البلوزة اشتريتها من هاد محل كمان ما لقيته هون موجود عنا في دبي فكان بدي اشتري شغلات فيه شغلات تاني كمان اشتريتها شوي مميزة من عنده فكتير هيك مريحة خلق برجيكم عشو كان بدي يلبسها بس كمان شغلات تاني اشتريتها من واشنغتن دي سي هاي اشتريتها من المطار قبل ما نطلع على الطيارة لاني كان بدي اشتري سبونيع وما لقيت شغلات هيك شغلات صغيرة مثلا حبيتها فقط الحليل الأواعي فهاي كمان بلوزة كتير مريحة وأكيدا ما تطلعوا عليها بحسوها كتير بايخة بس رح ورجيكم كيف كمان بالفيديوهات الجاي بركي كيف يكون انو كتير تعملوا ستايل بلوزة كتير بايخة بس عملوه تطلع شكله كتير حلو مثلا مع جاكيت وشنطة هيك مميزة او يعني في طرق كتير مختلفة هلا كمان هاي اشتريتها كمان من رالف لورين كتير تشباه البلوزة اللي جبتها بس هاي فستان شوي قصير بس بركي بزر برسو على بيت رفقاتي وهيك فكمان حبيتها تغيير شكل هاي كمان من ترول ريليجن البلوزة اللي برجيتكن اياها من اول هاي اشتريتها من عنده حبيت اني جيبها واسعة وهيك كتير يعني شوي تشبهها اواعي للرجال وهيك بس انو فيك كمان تدبسي هالشغلات بطريقة بناتية يعني حسب الطريقة اللي انتي بتلبقي الاواعي على بعضها فهي وكمان من عند ماكس مارا مو هيك اسمون محان اه هي اول مرة بشتري من عنده كمان لقيته هنيك بامريكا فشتريت هاي جاكت نصكم فكمان هذا مثلا اذا بدك تلبسي طريقة كتير هيك مختلفة فيك تلبسين مع مثلا جينز مشقوقين هنا فيك كتير كتير تنوعي حتى لو كانت بلوزة شكلة كتير مثلا انيق فيك التعاملية اكتر يعني على الموضة وصائعة شوي انا مو صائعة بطريقة سيئة يعني بس انه هيك تبتيش تايلش فهي هيك وكمان هاي البلوزة اشتريتها اشتريتها من نوردسترم هدا مثل يعني دابن هامز و هالمحلات اللي بتبيع مثلا امريكات كتير مختلفة فما عنا اياه هون بي دبي نوردسترم بس يعني حبيت هاي البلوزة كمان بس يعني هيك شاكل بلوزة بلتقى بأي محل فاذا حبيتوا جيبوا هيك شي اكيد بتلاقوها بمحلات تانية او كمان تي شيرت هاي كبان اشتريتها من نوردسترم وهي سناصل كمان اشتريتهم من اربان اتفيترز بس حطيتها هون يعني فراح وارجيكم كلوزة كمان بس هاي هي واشتريتها انو مشان البسة مع هاد يعني الجاكيت هيك حفر بيجوا فوق بعض بتطع شكلهم كتير حلو كمان يعني هيك شي كمان في عنا هاي البلوزة اللي هي بلوزة المفضلة كتير تي كتير حبيتها اشتريتها من جي كرو كمان مرأساني هالمحل مو موجود عنا بدبي فبس تي الحبيتها وكمان نفس الشي هاي فيك تلبسيها بطريقة اذا بدك رسمية مثلا مع بانطلون ابيض وكعب عالي يا اما كتير سبور يعني مثلا مع جينز مشؤوين او يعني فيك كتير كتير تنوعي بالاواعي عن جد فاذا تحبوا فيني عملكون فيديو وارجيكم كيف تلفسوا نفس الطقم او نفس الاواعي يعني للصبح وللمساء انا عاملي هيك فيديو كمان اسمو ديتو نايت ترانزيشن فيكن تشوفوه كمان هاي البلوزة من ثرو ريليجن عليها جمجمة هلا كمان انا كتير كان جعبالي اشتري هيك بلوزة لاني بدي ألفتها كمان بطرق كتير مختلفة مثلا فيني حط عليها شالك بطريقة كتير عشوائية وجينز ومسلا بوط كتير كبير للي كمان فيك كتير تلبسية شغلات فهاي حبيتها وكمان من عند اربان اوتبتر انا كتير حبيت اربان اوتبتر حسيت مع اني اواعيان كتير سادة وكتير مثلا واسعة وهيك بس فيك تلبسية عن جد بطرق كتير حلوة لو عرفت كيف تلبي الاواعي مثلا هاي البلوزة هيك مقصوصة من عند الكتب فكتير حلوة انه هيك مفتوحة من هون وبتيجي هيك الكوم نعزل لتحت كوم قصير هيك من هون ومن هون كمان وارجيكم كيف اوكي وهي مثل اكسسوار بس هاي صراحة كتير غريبة ولما ربست هيك شي بس حبيت جربة بس هيك انو بتحطيها على الكتب بيجي من ورا يعني شي كتير غريب هاي ما اجلت مع البلوزة بس انا حطيتها هون شورجيكم كيف شكلها كمان شغلات كتير مختلفة بانطالونين كمان يعني تغير شكل واحد غامع واحد فاتح من نوردسترم وهاذ من شو ريليجن وبعدين كمان بانطالونين انا كتير بحب انو مثل ما قلت لكم نغير بلبسي فهاي بناطلين كمان انو اذا انتو دوما متلبسوا جينز فعنجاد ما لكم متخيرين انو كيف لو بس تلبسوا بانطالون شكله غير فبيغير كل شي كل الاواعي تبعكم تتغير شكله فمسلا هاد البنطالون وفي هاد بس خلينا نحط هاي هون وهي هيك شكله فكمان حلو تغيير شكل تغير على البنطالون الاسود السادة بعدين في فستانش كمان من عند ماكس مارا كتير حبيته معاني شوي كبير علي بس بمشكله كتير حبيته فبديجيبه وبركي انو بضيقه بعدين فابيض من فوق وهيك ازرق لتحت لونه كتير حبيته وطوله بيجي يعني لتحت الركبة تحت الركبة ابتر شوي بس انو بترك مسافة انو كتير شكله يعني يعني كتير كلاسيك ستايل فهذا السنسان كمان من عند انتيلو هدل حالو هلا اخلصها من القواعي فخلينا نتقل عند الشناتي هاي الشنطة اشتريتها من غوتي او سوري من فنبي فتير كتير حبيته كمان لاني بيسع فيها كتير اغراض فعم باخده معي مثل عن الشغل بني اخده معي بس بلش الجامعة كمان ومغلطيس فيها وبنفس الوقت فيها سحاب فكتير سهلة يعني كتير عملية بحس انو زي ما جعب عليك كل مرة تسكلي السحاب بس هيك تسكن لحاله وبواسعة بسع فيها كل شي فيها سحاب كمان من قدام وكمان شكلها كتير ناعم اوكي هون بعدين الشناتي كمان من حطيتهم اوكي هون فهلا عنا شنطة صغيرة كتير ولونها كتير غريبة اكيد خضرة من عند مايكل كورد وهي فيك تلبسية على كتفك اذا بتحبي مثلاني اما فيك تشيلي هدون فمسكيها بس ايك لحاله فكتير الهجنط كمان وكمان هاي شوية كتير يعني مختلفة هاي الشنطة من محل اسمه ماج او ماجي ما بعري م اي جي اي فما بعري كيف انو بنلفز بس كمان كتير هيك غير شكل هاي الشنطة المفضلة اللي اشتريتها من عند كيت سبيد وكتير كتير هيك الوان فيها وطرف تاني غير وكمان هي معنها كتير صغيرة مابوسع فيها كتير اغراض بس مو مشكلة وفيها هيك تفتحيها وعندها تعليقية على كتفك بس تيجي قصيرة يعني بس حلوة كيف سكرها من هون نحط هيك وما بتوصل كتير لتحت يعني بس لفوق فهي الشنطة اشتريتها كمان من عند ان تيلر ونفس الشي فيها تكون للمسها للصبح تفتحيها هيك وهي بتوسع اكتر غراض كمان يمكن ايه بتوسع اكتر وبس هيك بتحمليها بايدك بدون مقلة شيت انو تحمليها بايدك بس هيك فكيوت الكنادر فاشتريت هذا البوت من عند شانل وكتير حبيته مع اني كتير غريب بعرف وكتير معجوق كمان كنت اشتريتها من عند ماكس مارا هيك زرقه كعب مو كتير عالي وسميك فبتيجي اريح لانك هذا اللي بيجو رفاع انو هيك بيخلو رجلك تهز انت وعم تمشي فهدول بيكونوا اريح بكتير وحلوين بس مع اني مالة سميكة من قدام يعني من تحت فحتكون شوي مزعجة بس لاني مالة كتير عالية من ورا اوكي ماشي حالنا فيها فهدول هنين كل مشترياتي فتمنى اني يكونوا عجبوكن اغراضي وكمان انكم تكونوا استمتعتوا بهالفيديو بتعرف اني صار كتير طويل بس يعني اذا حبيتوا فكرة هالفيديو اني ورجيكم مشترياتي فاني اعملكون اياها بشكل دائم يعني كل ما اشتري مكياج اواعي او اكسسوارات جداد اي شيء فاني يصابلكون اياهن كمان هلا بالفيديو الجاي رح جاوبلكون عا كل اسئلكون اللي بعتوا لي اياها على انستغرام و تويتر و فيسبوك وكمان على يوتيوب لاني انا بالفيديو اللي قبل هاد سألتكن اذا حبيين تسألوني اي اسئلة تتعرفوا علي اكتر او اي اسئلة بتخص الموضة او حتى يعني اي شيء بشكل عام فيكن تسألوني اياه اذا لسا عملكون اسئلة تحبوا تسألوني اياها فيكن كمان تبعتولي اياها هون و كمان على انستغرام و كل شيء و يعني حاجمعون كرياتون وجواب عليون بالفيديو الجاي و اكيد لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب شير للشانيل تبعي و شوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة